جاستين ترود الذي كان يواجه باستهتار وحتى بالسخرية من قبل خصومه حقق في الثالثة والاربعين من عمره فوزا مفاجئا ليصبح رئيسا للحكومة الكندية على خطى والده وبعد تسعة اعوام من حكم المحافظين تتحول كندا الى سلطة الليبراليين بقيادة سياسي شاب لم يكن يراهن احد على فوزه في الحملة التي استمرت ثمانية وسبعين يوما في مواجهة خصمين اكثر حنكة هما المحافظ ستيفن هاربر والاشتراكي الديمقراطي توماس مكلير لست انا من دخل التاريخ هذه الليلة بل انتم من دخله ولا تدعوا احدا يقنعكم عكس ذلك انني اعتلي هذه المنصة اليوم لسبب وحيد هو اني هنا بفضلكم وجاستن ترودو معروف في الحياة العامة منذ ولادته في الخامس والعشرين من الاول ديسمبر عام الف وتسعمائة وواحد وسبعين واحتل عنوين الصحفي عندما كان والده في السلطة وقد نشأ في المقر الرسمي لرئيس الوزراء في اوتوال الذي شغله والده بلا انقطاع تقريبا من العام الف وتسعمائة وثمانية وستين الى العام الف وتسعمائة واربعة وثمانين ثم في موريال حيث استقر والده مع ابنائه الثلاثة بعد طلاقه ودخل معترك السياسة في العام الفين وسبعة وسعى للترشح عن دائرة في موريال لكن الحزب رفض طلبه واختاره الناشطون لبابين المجاورة وتعد من الافقر والاكثر تنوعا اثنيا في كندا وانتخب نائبا عنها في العام الفين وثمانية ثم اعيد انتخابه منذ ذلك الحين ترجمة نانسي قنقر